صباح الخير عليكم وحشتوني جدا جدا أسفاً أنتأخرت عليكم في الرسائة رسالة النهاردة أعتقد نهارينا كلنا لكل الناس اللي بيبقوا عندهم مشكلة في التعبير عن نفسهم عندهم مشكلة أنهم يقولوا للآخرين عن رغباتهم الحقيقية أن عايز كذا ومش عايز كذا بساعات بنعمل حاجات كتير غصباً عندنا لمجرد أن احنا متخيلين إن لو قلنا لا الناس مش هتحبنا أو مش هتفضل تحبنا زي الأول فبنيجي على نفسنا ما بنعرفش نعبر عن نفسنا عشان خطر نرضي الآخرين إنك تقول للي حواليك إنك ما عنديش رغبة أعمل كذا أو مش قادر أعمل كذا أو ده مش توقيت مناسب لي عشان تطلب مني الطلب ده ويكون عندك القدرة إنك تعرف تعبر عن نفسك بشكل صادق ده مش عايب مش عايب أبداً ومش هيخلي اللي حواليك يكرهوك ولو حد بعيد عنك للسبب ده فهو حد مش بيحبك أصلاً هو حد عايز منك الحاجات اللي هو بيتلقوا بها فقط راحتك وإنت نفسك ما تموش فساعتها مش هتفرق كتير لما يمشي فالرسالة النهاردة للنس اللي ما بتعرفش تعبر عن نفسها وعن رغبتها صح سواء الحاجة اللي عايزينها أو اللي مش عايزينها الملائكة بيقولوا لكو ثقوا في نفسكو أكتر مش لازم كل حاجة هنقولها للآخرين هتبقى حلوة وجميلة لأ أكيد أكيد في مرة احنا مش هنبقى كويسين فهنقول لهم لأ بليز احنا مش كويسين دلوقتي وأنا محتاجة كل واحدي مش هقدر عمل لك كذا ما تضغطش عليا في كذا وخليكو واسكن من نفسكو واسكن في ربنا إن دايما ربنا هيخلي جنبكو الناس اللي بتحبوك اللي بتقدر مش الناس اللي عايزة تسحب تقيدكو خلاص سوا حلف اللي عليكو